ماذا سيحدث ثقان لوضع زيت الزيتون في فمخ خمس دقائق زيت الزيتون هو أحد الزيت النباتية المستخرجة من ثمار الزيتون وهو من الزيت المفيدة بشكل كبير لجسم الإنسان وذلك بفضل غنيه بالعديد من عنصر المفيدة لصحة جسم الإنسان فهي تقوم بمحاربة الأمراض مثل الأحمضة الدهنية الأحادية وغير المشبعة وغنيه بنسبة علي من الفيتامينات مثل فيتامين آلف ودال وكاف ومن الممكن الاستفادة من فوائد زيت الزيتون في العديد من الطرق ومن هذه الطرق المضمضة التي لها العديد من الفوائد على صحة الإنسان فوائد المضمضة بزيت الزيتون تعمل على لجل تهاب الأسنان كما أنها تساعد في تخلص الأثامن السواد وتوكف النزيف الحادث بها تقوّل أسنان المتخلخلة والضعيفة وأيضا المضمضة بزيت الزيتون تعمل على طبيض الأسنان تخلص الشفاء من اللون الأسود القاتم وخاصة عند المدخنين تعالج الهلة السوداء الموجودة تحت العينين تساعد على علاج الصدع بشكل سريع تخلص من الأرق وبالتالي تساعد على النوم بشكل سهل وسريع تعمل كمضوض حيوية حيث أنها تخلص الجسم من الجراثيم تعمل على امتصاص المواد السامة والتي تسبب الضرر لصحة الفرد من الجسم تعالج غزية البطن من خلال طردها من الجسم كما أنها تقوم على معالجة القولون ينشط عملية التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي تعمل على تحسين صحة الفرد تحد من تطور بعض الأمراض المزمنة مثل مرض نقص المناعة الإيدز والأمراض السرطانية مثل سرطان الدم تستساعد على علاج بعض الالتهابات مثل التهاب القصبات الهوائية والتهاب المفاصل تقيم بعض الأمراض مثل أمراض القلب والكلا طريقة المضمضة بزيت الزيتون مضمضة الفم بزيت الزيتون من الممكن أن تكون مرة واحدة كل يوم أي على الريقة بعد الاستيكوف ومن الممكن تكررها ثلاثة مرات ولكن يجب أن تكون عملية مضمضة والمعدة خالية من الطعام أي قبل تناول الوجبة ودعم العقم من زيت الزيتون في الصباح الباكر في الفم وقبل تناول أي شيء يحرك الزيت في الفم بوسطة اللسان بحيث يتم تحريكه لجميع أجزاء الفم ويجب الاستمرار في هذه الخطوة لمدة 15 دقيقة ومن المؤكد أن عضلة الفكان ستعبان من هذه العملية لذلك بأس من أخذ قصة من الروحة ومن ثم العودة لمتابعة المضمضة فهذه الطريقة تحتاج إلى طوقة ومجهود كبيرين وتجدر الإشارة إلى أن زيت الزيتون سوف تزداد سيولته عندما يمتزج باللعاب بعد مرور الوقت سيصبح زيت الزيتون واللعابة في الفم سميق القوام وذلك لأنه امتص السم ومسببات الأمراض على الفرض التخلص من اللعابة في المغسلة ومن ثم غسل الفم بشكل جيد باستخدام الماء الدافئ أو بمحلول الماء والملح والله تعالى أعلى واعلم فضلا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودفعي إلى إيقونة الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر